تفكر أن نجح فعلا المرشحين الأربعة في أن هم يوصلوا كل تفاصيل برامجهم الانتخابية للشارع المصري بنتكلم عن تفاصيل ربما عرضها بعض المرشحين ربما تلقى قبول وربما لا تلقى قبول إذا لم تسوق جيناً أو إذا لم يتم توضحها بشكل عام شوف حضرتك بجانب المؤتمرات الحاشدة اللي عقدتها لحاملات الانتخابية للمرشحين الأربعة في محافظة مصر المختلفة إنما لابد أن أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأنها قدمت منحة مجانية صحيح اللي انت عارفت دقيقة هنا بالشير فلاني طبعا وقدمت حوالي مية دقيقة لكل مرشح أيها هم يستغلوا هذه المية دقيقة لأن ده إعلام بيقصر للناس زفر يتحمل بيوت زفر واللي عايد يتابع من المصريين بيفتح إثبائيه مع المرشح حقيقي يعني كل المرشحين الأربعة سمعناهم المرشحين الثلاثة هو زائد الحاملة الانتخابية رئيس الحاملة الانتخابية المرشحين محمود فوزي طلع أكتب مرة واتكلم وعرض على ورث الإعلام فالإعلام المصري الوطني برامله خاص إنه أدى دور في هذا المجال بشكل جيد جداً وأصبح دوره ميسر ومسهل لكي يتعرف المواطن والناخب على برامج المرشحين الأربعة وأيضاً نتعرف على شخصيات المرشحين عن هذه المرشحة الرئاسي معروف سلفاً اللي هو الرئيس عبدالتح السيسي بعشر سنوات واللي عام 2013 وما بعدها مرشحين الأربعة كانوا محتاجين الناس تعرفهم المؤتمرات بتاعتهم في المحافظات مش كافية إن تخلي كل أبلاع وطني يعرفوهم فهنا بقى كانت تحلي بوجهة لشركة الشركة الخدمات العالمية الشركة المتاحة الخدمات العالمية لأنها يصرت هذا يصرت أنها يرتقي بالمئة مليون من أبرج شاشاتها المختلفة وده كانت يعني اللقطة ما كانتش مطلوب منها يعني هي اجتهاد منها واجتهاد محمود وعطاقت إنها كليفت أو جعلت من نفسها بعد ذلك هي المعبر لكي يصب من خلاله المرشحين المختلفين في أي انتخابات قادمة ترجمة نانسي قنقر